احنا شايفين تمدد في البنية الاساسية وبنكلم على تدوير مية بنكلم على طبطين الدرع بنكلم على يعني اراضي جديدة الموقف من الفلاح نفسه الفلاح نفسه في سياق السياسة الزراعية دي اين يقع شوف اول حاجة انا عاوز اوضح انه لا يستطيع احد ان يجادل في حجم المشروعات اللي اقيمت وانا حاشر على حضرتك الفرق بين هذه دي بنية اساسية انما البنية اساسية دي عاوزة ايه عاوزة بين ادم انا اعتقد انا اعتقد وده اتهام انا بقوله وبطلب كل جهة الدولة وبالذات الرئيس الدولة ان يحقق فيه هناك محاولة للوقيعة بين الفلاحين والدولة وانه السياسات المتابعة حاليا اه عملت نوع من الاحتقان اه بين الفلاح والدولة وانا عصرت واللي بقوله لحضرتك ده ما هواش حكاية لأ دي انا عصرت هذا وكتل في داخل هذا الموضوع انه في بداية عصر رئيس عفتاح السيسي كانت نوايا ان يجعل الفلاحين هم الظاهير السياسي له ومش هخوط في التفاصيل انما اللي احنا بنشوفه دلوقتي ان انت عندك فلاح لم يعني تمر به ايام صعبة واصبح الفقر سائد علما بان انا عاوز اشرح لحدك ايه الفلاح المصري هو اخدم فلاح في الكرة الارضية لانه ده عمره عشر تلاف سنة الفلاح المصري هو اللي كان جسمه ما شاء الله وكان صحة وكان الريف منتج اصبح الفلاح المصري انت اللي وصلته ان يقف في طبور العيش وياخد عيش هو المتداول ده هو كان الفلاح المصري موجود على طابع البوستة في الصحة يعني علامة على الصحة انت وصلته بالسياسات السياسات انا بقى عاوز اشرح لحاجة بس حاجة مهمة جدا اكيد حاجة بتاعه في الكمبيوتر ففي عندك الكمبيوتر بيبقى الهارد ديسك وفي اللي هو الجهاز نفسه وفيه سوفت وير لما احصل لازم لو انت حدست لو جبت الكمبيوتر حديث يبقى لازم تحدث السي دي لو دخلت السي دي اللي هو السي دي دي بقى ريه سياسات فلو دخلت بنية اساسية رائعة عمد بنية اساسية غير عادية دي الجهاز الكمبيوتر ده الجهاز الكمبيوتر ده الهارد فالهارد وير اذا دخلت عليه السوفت وير اللي هو السياسات ومش متوافق مش متوافق هيحصل لازم هيحصل ايه الدرج حيطلع برا وفيه بقى اللي مش فاهم يقوم زق الدرج داني بالسي دي وبعدين الدرج يطلع تاني يقوم زق الدرج وبعدين اخص الكمبيوتر يبقى حينتحر يقوم يعمل ايه يقوم بعد رسالة يقوله فيه error ايه الحل بقى بيقرض عليه الكمبيوتر للشخص ده بيقرض عليه حاجتين يقوله يتغير الصفت يتغير الهارد عشان لازم الكمبيوتر وحد دي لابقى امثلة عشان ايه سريعة عشان الهو تدايق انت عندك مثلا اصلاح التعليم ايه المشكلة كانت في اصلاح التعليم برامق بدأ بالصفت وعمل غير المناهج وسبل هارد اللي هو ايه اللي هو البنية الاساسية المدارس والتوصيلات والكابلات وهو ايه فرح مغير الصفت وسبل ايه الهارد طبعا ده ادى الى ايه الى فشل نيجي بقى انت دلوقتي بتعمل الزراعة لأول مرة في التاريخ بتخش انت بالمساحات الكبيرة انت عندك كل مساحات مصر عشان تبه فهم حوالي مثلا اكتر من 3 مليون فدان دي كلها مساحات قزمية اه ارات نصر ارات خلينا نشوف الخريطة دا القزمية يا جماعة اه فقصة ما رقم 3 اه فقصة انه ان انت لازم بقى السياسات حوالي 3 مليون فدان من اصل 8 او 10 مليون دلوقتي لا لا ده هو ده من اصل 8 عشرة انت بص المنظر اللي هو حضرتك عدد الاصحاب الاراضي الزراعية اللي نشوف عددهم الغلبية ده ده الصيد في 2020 اه اكتر من 70% دول ناس ايه ارات نص ارات ده ما ينفعش لان اللقتي انت بتتكلم علي ما ينفعش ما ينفعش ليه فدان ما ينفعش لي بقى لان الزراعة الحديثة دي اللي قولوا عليها الزراعة الزكية يعني اكتر من 60% 70% اه ولو خلي بالك وبعدين خلي بالك بقى نقلم الفدان فالتفتيت الحيازات ده تفتيت الحيازات انت مفروض تحله عشان تحله تعمل ايه بقى في حاجة اسمها نظام تعاوني النظام التعاوني وده فيه تجارب في العالم كله انه ايه تضم التعاونيات عشتبعارف هي الاولى في امريكا هي الاولى في اوروبا هي اللي بتقود المجتمع مش اشتراقية اللي حضرتك كنت بتقوله اه من هو الظاهير هو التعاونيات اه كلي بقى لحدك بقى انت عداش تعاونيات هنا كله شجال على الاخر اه بس بقى رغم مرفوض انا حديلك بقى وقعة اه انا برضو ارجو التحقق منها اه وفدي من الاتحاد التعاوني قابل الرئيس وشرح ليه اهمية انه التعاونيات ده موضوع مهم طب احنا مش نشرح للناس التعاونيات ايه اصلا اه التعاونيات بس هي مجموعة يعني انت بتستعفل مجموعة من الافراد بيجتمعوا على هدف واحد انه هو بيبقوا هما الاعضاء الاعضاء التعاونية وعلى فكرة دي غير هدف للربح يعني معنى ايه انهم بيغطوا مصارفهم وتجالفهم وفي نفس الوقت بيشتغلوا فيها فيه مخابل فالتعاونيات في امريكا هي بتمثل 70% فيه انشطة مش بيث الزراف فالبوعة من الملاك المختلفين اه فانت بتستعف بقى ملاك لوهو لما الرئيس قال اشار فيه لما جوهم يعملوا تكافل وكرامة فهو حتى اشار قال ايه ده احنا كده هنصنع رجال اعمال صغيرين انهم يعملوا تكافل وكرامة مش معسسات كبيرة لا انا انت هتشغل ان الرجل ده فلان هي بيعمل الصرف الصحي الرجل ده فلان ده هيعمل توصيلة المياه زي ما في امريكا فالمهم انه شوف باللي حصل ايه بعد مقابلة الرئيس واختنع فكلف رئيس الوزارة المهانس الشريف اسماعين ان يصدر قرار بانشاء المجلس الاعلى للتعاونيات اه اختمكا القرار صدر في مايو 2018 حتى اللحظة دي كم بقى من التمنتاشر من 2018 لغاية النهاردة كم سنة اربع سنين اربع سنين لم يعقد اجتماعي لم يعقد اجتماعي اذا مشكل تشكل بقول لك تتعاقرار القرار اللي اصبحت يتلابس القرار اللي اصبحت